متواجد معنا 23 لاعب على أمل أنه آخر الواصلين غداً يكون أمير للعماري وأيضاً أيمن حسين اللي يلتخ إن شاء الله في تدريبات يوم غد طبعاً الحمد لله وشكره نقول أنه قدرنا نأمن وصول اللاعبين اليوم المتواجدين أمامنا لأنه كان هو شرط المدرب أنه يبدأ اليوم واحدة تدريبية فعلية الحقيقة الفترة الماضية ما أخفيك سرن الـ 48 ساعة الماضية ولدت نوع من الأرباك داخل إدارة المنتخب الوطني بسبب الأحداث الإقليمية داخل هذه المنطقة بعدم وصول اللاعبين أو بعدم سماح شركات السفر بأن تكون هناك رحلات داخل العراق وبالتالي ارتعينا بعد النقاش أنه يكون وصول اللاعبين إلى دولة الكويت ومن خلال دولة الكويت يكون تواجد اللاعبين معنا في البصرة حتى إجراءات في الكويت تم أخذها بالتواصل مع الأخوان المشكورين في السفارة العراقية بتسهيل مهام الفيزا لمجموعة من اللاعبين ومن ثم أيضاً استحصال الترخيص بالدخول إلى الأراضي العراقية الحمد لله قدرنا نوفر هذا الشيء المجموعة النهائية حالياً 25 اللاعب تبقى مباراة كوريا داماً يكون هناك فسحة يسمح بها الاتحاد الدولي في حال رغبة جهاز الفني في إضافة أي لعب تبقى هذا الأمر سابق لأوانا علينا أن نفكر هنا في مباراة فلسطين بوجود هؤلاء اللاعبين ومباراة كوريا يكون لكل حادث حديث اشتركوا في القناة